دشنا وزير النفط والمعادن عبد الباصط باعبود الأنظمة الإلكترونية لإدارة تقنية المعلومات بشركة النفط اليمنية فرع ساحر حضر موت وعبر الوزير باعبود أثناء التدشين بحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس غالب بن معيلي والمدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية المهندس أنور حسان ومدراء فروع الشركة بالمحافظات عبر عن شكره للجهود التي تقوم بها شركة النفط اليمنية فرع ساحر حضر موت في تحقيق العديد من الإنجازات ومن أهمها تقنية المعلومات واعتماد النظام الإلكتروني بالشركة من خلال الأنظمة الآلية الخاصة في نظام المبيعات وإدارة المحطات والمخالفات القانونية والخزن الإلكتروني والرعاية الطبية وشدد الوزير بعبود على ضرورة تطوير العمل المؤسسي بما يواكب العصر الحديث وبما يساهم في تخفيف المعالاة عن المواطنين وأهمية توفير المشتقات النفطية بالأسواق المحلية والعمل للحد من أي أزمات ومن جانبه عبر القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ومدراء فروع الشركة عبروا عن تأكيدهم التام بالعمل وفق الاستراتيجية والأهداف والبرامج التي يتم رسمها من قبل الوزارة